ومن القاهرة ينضم إلينا نجاد البراعي المحامي والناشط بمجال حقوق الإنسان سيد نجاد ما الذي اضطر وزارة الداخلية إلى تنظيم هذه الزيارة دعت برلمانيين دعت نشطاء حقوقيين وأدخلتهم كزيارة إلى سجن المزرعة لا أنا ما عرفش الزيارة وما قدرش أفهم دواعي الوزارة إيه لكن لو أنت بتتكلم على فكرة إعادة تأهيل والدمج في سياسات اقترحها المجتمع المدني مع وزارة الداخلية مع دارة العلاقات العامة مع الإدارة العامة للتأهيل بالنسبة للسجناء داخل وزارة الداخلية على إعادة تأهيل السجناء المفرج عنهم ودمجهم داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم ودي مسألة سابتة وأساسية وجزء أساسي من العقاب لأن العقاب مش إنك دخل بسجون السجن وتخرجوا بعد خمس سنين يرجع يرجع السجن تاني الأصل أن السجن بيصلح المحكوم عليه هذا المحكوم عليه يتحتم أن الداخلية مع المجتمع المدني مع وزارات رجال أعمال وغيره يعملوا استراتيجيات سابتة لما يعرف بإعادة تأهيل والدمج وده كان محل مؤتمر تعمل من يومين في القاهرة أو من ثلاث يام في القاهرة حوليه التأهيل والدم كانت تعملها مؤسسة حياة مؤسسة حياة ودي مؤسسة غير حكومية وكان حضرينه ناس من إدارة العلاقات العامة ومن قطاع حول السنف وزارة الداخلية وزارة التضامن وكانت المؤسسات بتتم كلها على بناء استراتيجية وألية لإعادة تأهيل المسجونين بعد الإفراج عنهم كيف تقيمون كناشطين حقوقيين يعني وضع المسجونين في مصر ما تقدرش تتكلم عن وضع المسجونين لكن تقدر تتكلم على فيه فرق بين المسجون السياسي والمسجون الجنائي وداخل المسجون السياسي فيه فرق بين مسجونين ومسجونين داخل المسجون الجنائي كذا لكن المؤكد أن السجون في مصر تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل وتحتاج إلى ميزانيات جديدة وتحتاج إلى سياسات عقبية جديدة وتحتاج إلى رؤى جديدة تستطيع أن تواكب المفهوم العالمي اللي بيحاول السجن من زي ما تقول عقاب إلى محل لإعادة تأهيل المسجون بمعنى أنه يخرج إلى المجتمع في شكل ما يمكن أن نطلق عليه مواطن صالح يستطيع أن يساهم في بلاء المجتمع دي عايزة سياسات لإعادة التأهيل والدمج ممكن مجتمع مدينة يشارك فيها عايزة أموال لأن دي بتبقى محتاجة أنك تخلق فرص عمل للمسجونين المفرج عنهم كمان وكمان عايز تدي ورش في السجن وعايز تدخل حاجات معينة في السجن وعايز إعادة تأهيل للقائمين على مسألة أقادة التأهيل والدمج حتى داخل السجون فالعملية طويلة جدا ومؤقتة عشان نوصل إلى سجن يعيد خلق مواطن صالح يعمل داخل مجتمع في التنمية وفي الوقت نفسه نستطيع أن نستفيد منه ممكن المجتمع مدينة يقدم هذا الكلام كله والوزارة الداخلية أفتكر أن عندها خطة والمجتمع المدني كمؤسسة حياة وغيرها بيخشوا مع الوزارة في إعادة تأهيل ودمج المسجونات كمان اللي بيخرجوا مبير وعندهم توصيات المؤتمر اللي من يومين في القراميزة كان عن توصيات مهمة جدا أفتكر وزارة الداخلية خدت بها خبر هنا تحديدا سيد نجاد ما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع المدني أشرت أكثر من مرة إلى دور المجتمع المدني في إعادة تأهيل المسجون وإعادته مرة أخرى مواطناً صالحاً إلى المجتمع ما الذي يمكن أن تقدمه جمعيات المجتمع المدني كتير أولاً تقدر تقدم أفكار ودي مسألة مهمة تقدر تقدم خبرات مش بس خبرات محلية تقدر تجيب خبرات دولية لتطوير السجود المؤتمر اللي اتعمل من يومين اللي كنت أتكلم عليه من شوية ده كان فيه مؤسسة دورودوس كانت جايبة كل خبراتها والمؤسسة المنظمة العربية إصلاح الجنائي ودي مؤسسات إقليمية دولية المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي متأسف جابوا كل خبراتهم لا يستطيع أن يقدموا خبرات يستطيع أن يقدموا أفكار يستطيع أن يقدموا مال ميزانية مصر مرهقة وبالتالي فكرة أنك تطور السجون تطويرا حقيقيا ده عايز فلوس يستطيع أن يقوب عملية إعادة تأهيل القائمين على السجن إعادة تأهيل الناس اللي بيعيده تأهيل المسجونين يعني فيه تعاون مثل هذه المسائل هي إعادة التأهيل والدمج بالتحديد لا يمكن الدولة تقوم بها الوحدة بيقوم بها الدولة والمجتمع المدني والمجتمع ده الدولي وقبل المحلي كمان وأفتكر دول كتيرة مستعدة تخش في شراكات مع الحقوق المصرية للتطوير وفي منظومة إعادة الدمج والتأهيل نجادل البرعي المحامي والناشط بمجال حقوق الإنسان كنت معنا من القاهرة فشكرا لك